نواقص طبعا طبعا يعني يعني كده الفريق تقدر تحس إنه هو لا معندكش مشكلة في حاجات كتير إلا طبعا كل الناس هتقول لك فين الفروت يا إبرايب فين الفروت ده سؤال الساعة في كل حد طبعا طيب قندوسي يعني إعارته السيراميكا وفضلة المسألة معلقة لغاية لما حسمت إمبارح تقريبا والنادي أعلم بشكل رسمي انتقاله معار إلى السيراميكا اللي نازم الناس يفهمون الخاص جدا في شأن قندوسي هو القناعة الهائلة اللي مستر كولر بيه مقتنع بيه جدا وكل ما تيجي سيرته لأه هو يطلع إعارة لأن أنا محتاجه وتحت عيني جات له حاجات مش بطلة بره طب هو بيطلع إليه لأنه أنت طب ما أنت أما خط الوسط بالزخم اللي هو فيه ده هو الذي يتحمل أنك كنت تطلع منه لعيم القندوسي برضو مرتبط جدا بفكرة أنك بتدور على مكان للفروت المنتظر ده شيء مهم مستر مارس الكولر وهو بيبدأ بقى مهمة الدفاع على الألقابة الخامسة مسألة مش سهلة مزنوء مزنوء جدا كولر زنق كولر زنق لأن ما قدمه من عمل فني وما قدمه من نتائج مع فريقه يعني نتمنى أن يستكمل ببطولة السوبر هيبقى شيء مزهل يا رب الإفريقي مسألة طب هتضيف إيه؟ إذن أنت على الأقل مطالب بالاحتفاظ بما حققت بالإضافة إلى تطوير في المستوى الفني بما يتيح لك التنفسية المريحة بقى المرة دي في المشوار الإفريقي وفي كاس العالم لدي ده كلام مهم